السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بنحل لكم مشكلة السيرفر المحلي او بالاخص الاباتشي السيرفر بعد ما تثبته وتكتب لوكالهوست كان احيانا يأتي مع بعض الناس رسالة نوت فاوند اتش تي تي بي لربعمية واربعة ايرور او تقريبا زي رسالة هذي لهم بداية تكون نوت فاوند يعني مثال لوكتر من اي شي نفس الرسالة هذي تقريبا بس اخر سطر ما يكون موجود جميل حل المشكلة هذي انك تمسح البرنامج من جديد تمسح البرنامج عفوا وتمسح اي توابع له في الادارة النهام تسكرها قبل لا تمسحها بعدها تروح الى جدار الحماية من مكان البحث تتب ويندوز فاير وورم تغش عليه تروح لجدار الحماية من السايد بار الا على اليمين تختار تشغيل جدار الحماية او ايقاف تشغيله وتعمل له ايقاف تشغيل بعدين موافق جميل بعدين موافق بعدها تروح تقيد تفبيب السيرفر المحلي طبعا حسب نظامك بعد ما تثبتها تشغل السيرفر اذا تأكدت انه اشتغل معك خلاص تروح ترجع لل الدار الحماية وتشغله وتقول له موافق طيب هذا هو الحل وفيه طبعا اذا صار معكم مساكل اخرى بإمكانكم ترسلوني سواء على ديسكريبشن او مواقع التواصل الانستماعي الهلا نكون انتهينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدرسكريبشن GREG